طيب الحقيقة يعني قبل ما حنستعرض برضو الموسم اللي جاي لكن الارقام الستين بالنسبة لمارسل كولر الاهلي لعب مع كولر ستين مباراة فاز الالف تلاتة واربعين وخسر خمس مباريات وتعادل اتناشر مرة وسجل مية و احداشر هدف واستقبل خمسة و تلاتين هدف وسجل تلاتاشر هدف في بلاس تسعين وفي تلاتة وخمسين مباراة سجل فيها وسبع مباريات فقط لم يسجل واحتفظ بالشباك النظيفة في تمانية وتلاتين مباراة انا ليه مع هذه الارقام وانا انت وصلت البعد الستين مباراة هنا في الداخل المسألة خلاص بواخت اوي واعتقد كل الناس عرفت الناس اللي بتتكلم على الجدول وعلى غيره والمؤجلات لكن الحياة اللي بيبقى غريب جدا ان احنا الترويج للكلام الفارغ هنا بيطلع بصورة بره مغايرة جدا ويلاقي فيه اعلامي تونسي كان شغال في الامارات وانتقى الراحة السعودية لكن الراجل من برضو فرط التشويش اللي حصله من الاعلام المصري والترويج الخاطئ ان الاهل بيتزبط له جدول وان الاهل بيتعمل له كل حاجة في الداخل هنسمع هذا الراجل واسمه المهدي بن عبيد تونسي هنسمعه ويارد هو يكون سمعنا في الرد الموثق عشان يشوف قد ايه هو تعرض لأكلة اعلامية مسمومة نسمعه مثلا في مصر هنا اتحاد كورة غير قادر انه يضبط رزنام ثابتة متى يبدأ الدوري متى ينتهي في اعتقاد الشخصي اتحاد بين طفرين يسمحولي لغوة فاشل اتحاد اللي يسند نادي على نادي فاشل في مصر الناس كل تعرف القصة في احد ما يعرف قصة البطولات النادي الاهل يلعب تتأجل المباراة اولا تتأجل ثانية تتأجل ثالثة على حساب الاندي يلعب اريحية هل انت شايف قلشف طبيعي تأجيل اكتر من 7-8 اسابيع غير طبيعي يا كبتل في اي دورة في العالم وغير معقول ريال مادريد يلعب تشمبيانز ديج السيتي يلعبه يوصل للعادل 60 مباراة ماكو داعي انك تأجل المباراة وتأجل ثانية وتأجل ثلاثة وتعطيها اريحية انه يتعامل مع الرصيد البشر عملية تدوير على مزاجه الخاص حكس الاندي الثاني اللي تلعب مضغوطة اللي يعني تلعب تحت عمل اصابات تحت منع من الانتدابات اشياء كثيرة نادي توفره الاشياء هذه بالطبع رح يكون بطال في الاخير طيب رد انت عشان قدامك الارقاف انا هرد بس في الشكل المواثق واتمنى انه الاستاذ المهدي بين عبد وغيره اللي بيتعرضوا للوجبات الاعلامية المصرية المسمومة بشأن الاهلي فرصة ان احنا ممكن نعمل لهم غسيل معوي باللايحة عشان يقدروا يفهموا انه الاهلي ما تجملش اللي حصل مع الاهلي حصل مع غيره بس الاهلي ما بيتكلمش هقول لكم مثلا اللايحة هو ليه الاهلي بتتأجله مطشاط وهل بتتأجل للاهلي بس ولا لا لايحة المسابقات يا أستاذ مهدي بتقول لك الانداء اللي بترغب في المشاركة في البطولات العربية او الافريقية تلتزم بالمواعيد المعلنة بالجداول دون طلب ادخال اي تعديل على التوقيتات والمواعيد او طلب التأجيل بحيثه تقام المباراة المحلية للنادي ده اللي اتعامل للاهلي وتعامل للزمالك وتعامل لفيوتشر وتعامل لبيرامنز تقام المباراة المحلية للنادي على رابع يوم في حالة اذا كانت المباراة الافريقية او العربية خارج مصر وتقام المباراة المحلية على ثالث يوم في حالة اقامة المباراة الافريقية داخل مصر هنا الفاصل ثلاثة ايام ولو بر مصر يبقى الفاصل اربع تيام هذه الليحة اتطبقت على الاهلي والزمالك في دور الابطال واتطبقت على فيوتشر وبرامنز في الكنفدرالية للاهلي خد ساعة زيادة ولا الزمالك تظلم من ساعة زيادة تعرف هو الفرق ايه انه الاهلي الوحيد اللي كامل للفاينال الزمالك خرج من دور المجموعات فيوتشر خرج من دور التمانية تقريبا وبرامنز من السيمفاينال في الكنفدرالية هل كان المطلوب من الاهلي انه مايلعبش في بطولة افريقيا عشان يلعب في الدوري ولا تتأجل زي ما تأجلت لغيره هل الاهلي خد ساعة زيادة فين بقى هو فكرة قالك الاهلي بتتزبط له رزنامة او قرعة في الداخل فين التزبيطة واللايحة انطبقت عليه زي ما انطبقت على الثلاث فرق الاخرى بصرف النظر بقى عن التأجلات بتأجل ليه عشان بتلعب في افريقيا صح؟ ايه هل كان الزمالك بيلعب والاهلي مرتاح ولا كان بيلعب بس في حدة تانية اصعب ايه فالستاذ مهدي بس هو يتحدث كان ينبغي انه يرد على نفسه بالجملة دي هل كان الاهلي يواخد الراحة دي للفصحة في السحر الشمالي ولا كان مسافر يلعب ماتش كورة اكثر ارهاقا طب لما رجع لعب كان الزمالك مرتاح والاهلي بيلعب ولا ما كانش الزمالك مرتاح والاهلي بيلعب او الاندية المصرية اللي خلصت ماتشاط طب كل الاندية خلصت الموسم بتاعه وما زال الاهلي بيلعب ولا ما حصل شيء فان اذا كان هناك احد مدار يا اهد مهدي اذا كنت تريد ان تناقش بموضوعية مش عايزين نخش فيه يعني نوع من المساجلة اللي ملهاش لازمة حضرتك انا بكلمك لو الاهلي كان بيتأجله عشان يقعد مرتاح انا معاك لكن لو كان بيتأجله عشان بيلعب بس في حتة تانية اصعب بمشاوير اطول اوكي لو كان بيرجع يلعب مرتاح انا معاك لكن لو كان بيرجع عشان يعيش الموسم كله مضغوط انا معاك طب النهاردة هو يعني لما قابل اي فريق بعد ما رجع من ال انهى المشوار الافريقي كان بيلعب كل الفرق وهي مرتاحة وهو اللي بيلعبه مضغوط وده شفناه في الحالة البدنية الواضح جدا 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 عليها لانك لما تلاقي اتنين لعيبة منهم الاهل اللي عنده اجهز واسرع لعيبة وتجد التفاق البدني لاي لعيب مهما كان اسمه في السرعة تعرف ان ده ارهاق طيب الاهل خد ميزة في التأجيل اولا عندك اللايحة برضو فكرة استلقال بتتزبط لروزنامه للاسف بعض المصريين اللي بيتواصلوا مع الزملاء العرب دول بيتدوم المعلومات الغلط والمفروض اي حد اعلامي يهتم يشوف اللايحة ايه نهيكم عن المنطق نفسه لان انت لما تلاقي اللايحة قالت لك بالنسبة للمباريات اللي من بداية الموسم ثلاث ايام او اربع ايام لو المباراة خارجية طيب اذا كملت اللايحة قالت لك في حالة وصول اي من الاندية المصرية المشاركة في الكنفدرالية وربطة الابطال الافريقية الى دور التمانية سيتم تأجيل اي مباراة محلية تقام ما بين مبارتين الزهاب والاياب في افريقيا ليه لانه الاتحاد الافريقي خلى جولة الزهاب والاياب بينهم اسبوع واحد فانت مش هتحط المباراة في النص وانت عندك سفرية سواء جاي من السفر او رايح المسافر وده تعطيت لكل الاندية اللي بتتأهل بعد دور التمانية يعني عايزة قاله سؤال الترجل السفد منها لا اللايحة المصرية انا بقول لك اه اه دي مصرية اللايحة المصرية طيب اه بيقولك ايه لا يتم النظر في تاجيل اي مباراة لاي نادي اذا تجاوز عدد اللاعبين في المنتخب كذا طيب اذا كنت انت حطيت اللايحة دي هي المشكلة الكبيرة انه ما حسهاش لانه الزمالك ما تأهلش بعد دور التمانية طب هو هل لما الزمالك كانت اهل للفاينال بتاع الكنفدرالية وفاس بيها طبقت عليه ولا لا نفكر الاخ التونسي انه الجدول والدور بيخلص في 2019 ادي كان الدور المصري نتيجة انه الزمالك كان عنده مؤجلات الاندية لعبت 34 والزمالك الوحيد في الجدول اللي لعب 29 الاندية خلصت الجدول بتاعها 34 مباراة والزمالك كان لسه عنده 5 مباريات مؤجلة لانه لعب فاينال افريقيا في الكنفدرالية اذا الميزة اللي الاهل بياخدها بقاله اربع مش ميزة هي لانه لو فيه طرف ودي النقطة اللي غايبة على الناس كلها لو فيه طرف مدار من التاجلات هو الاهلي طبعا مدار ضرر بين ليه تتأجل مباراة في الاسبوع سيء مثلا من السبعتاشر الاهلي حيلعب مع طلاع الجيش فتتأجل ثلاث مدشاط للاهلي ييجي يلعبهم بفاصل زمني يومين والتالت يلعب يومين والتالت يلعب لو رجعتوا لنفس المباريات دي في نفس الاسبوع بتاعها الزمالك او بيرامز او الابايت الاندية لعبوا المباريات دي بفاصل زمني هتلاقي اسبوع يعني انت اللي خدت الميزة اللي انا اتحرمت منها انت لما لعبت في جدول طبيعي انت كان عندك اريحية كان عندك اريحية وعندك فواصل زمانية كافية جدا لما جبتلي اربع خمس ست مطشاط مؤجلة انت اضطرد تأجلهم علشان المواعيد بتاعتك تضربت مع المواعيد سوى في كاس العالم للاندية او بطولة افريقيا مشاركة الاهلي في افريقيا وتأهله للمباراة النهائية للسنة الرابعة على التوالي هي اللي بتحطه في الموقف ده انه يرجع يلعب مباراة من المضغوطة وده اللي خلت زماني خاد الدور السنتين اللي فاتوا يعني الاهلي فقد من اهم اسباب فقدانه الدور السنتين اللي فاتوا النتاج ودي اللي قالها رئيس النادي ورئيس النادي قالك احنا اخترنا كده نلعب اثناء ما الاهلي بيلعب وضعه الاهلي ويرجع الاهلي يلعب مضغوط فاحنا استفدنا الاهلي النهاردة زمالك وبقيت الاندي مريحة بقالها فترة لا زمالك بيلعب مبطولة عربية زمالك عن مبطولة عربية دي استثنائية المرات لا وهو كمان حيعاني من الارهاق خلي باله لكنه لكنه ان انت النهاردة بتلعب المصري ولعبت الداخلية والمصري مخلص الدور بقاله قد كده ومريح هي دي المشكلة فلو فيه طرف مدار من المؤجلات هو الاهلي انما تقول لي الاهلي بتتزبط له اجندة الاهلي لعب ستين مباراة والزمالك لعب واحد وخمسين مباراة السنة دي فقط اشتركوا في القناة